سمعنا وقارينا عن حملات جمهرية على السوشال ميديا ضد الأهلي بسبب تعاقده الأخير مع كوكاكولا وظهرت جماهير الفارس الأبيض شجعتها مطالبين بفسخ التعاقد بسبب دعم الشركة للكيان المحتل وإن ناديهم هو الأكثر وطنية إحنا هنا في موقع زائد معنا انفراد بتفاصيل هيعمل هزة كوروية كوكاكولا نفسها عملت تعاقد مع نادي الزمالك أو الله زي ما أنتم سمعين وبكده يبقى كله على راسه بطح بحسب مصادرنا نادي الزمالك أبرم عقد رعاية مع كوكاكولا لمدة 3 سنين جاية ودلوقتي بدأت عملية طباعة أميس نادي الزمالك بشعار الراعي الجديد كوكاكولا طب إيه اللي هيكون بعد كده؟ هيتم الإعلان الرسمي عن الاتفاقية خلال الأيام الأوليالة اللي جاية قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اللي هيلعب فيها الزمالك ضد نهدة بركان المغربي كمان عشان نقفل الملف ده خالص وبالتحديد الكلام اللي بتتدوله التقارير الصحفية بأن كوكاكولا عرضت على التحاد السكندري رعاية فرق النادي بس زعيم الصغر رفض طب وإيه سبب الرفض؟ سبب الرفض هنا مش المقاطع والكلام الحماسي ده لا خالص السبب الحقيقي أن كوكاكولا ما قدمتش عرض مالي كويس يرضي مجلس إدارة النادي السكندري اشتركوا في القناة